استكمالاً لحلقة الأعراس والوادنز والزفاف وكل الحاجات الحلوة اللي احنا منتكلم عليها دي لازم نتطرق لنقطة مهمة جداً وهي الوادن كيك يا جماعة كعكة الزفاف دي أو الوادن كيك مهمة جداً لعدة أسباب كتير قوي مبدئياً لأن هي بتطلع في لحظة اللي كل الناس بتبارك فيها فإذاً لازم في بعض النقط لازم نراعيها وهي الـ tips on how to choose your wedding cake وأتمنى أن صاحبتي هانيا في مصر تكون بتتفرج على الأبسود دي عشان تعرف إزاي تختار الوادن كيك بتاعتها أولاً أول حاجة هتحددها الوادن كيك أو إزاي هنحدد بيها أن إحنا الوادن كيك دي مناسبة لنا أو لأ لازم نعرف الفرح هيبقى فين؟ هيبقى indoors ولا هيبقى outdoors طبعاً الجو ودرجة حرارة الجو والعوامل الجوية وعوامل الوكيشن نفسها هتتحكم في الكيكة دي حجمها هيبقى قد إيه؟ الخمات المستخدمة فيها هتبقى قد إيه؟ يعني مثلاً ما ينفعش أن إحنا يبقى عندنا وادن كيك معمولة من ice cream وتبقى في الأوتدورز وتاني معلومة لازم أن إحنا نبقى حطينها في الحزبان هي الوادن كيك دي طعمها إيه؟ كل شوية بيكون فيه ترانز يعني فيه مثلاً طعم الفانيلا فيه طعم التوكليت فيه طعم الإسبراسو والكافي فيه الكيك اللي بتكون معمولة من ال red velvet فأهم حاجة أن إحنا ندوق ونعرف بالزبط إيه الأطعمة والنكهات اللي إحنا بنفضلها لأنه أي حاجة في فرحنا هي طبيعي جداً إن هي تكون بتمثلنا وبتمثل الحاجة اللي إحنا حبّنها تالت معلومة أو تالت حاجة لازم نراعيها في الوادن كيك فلازم نراعي ونبقى متوقعين إنه سعر الوادن كيك اللي هيكون عليه details أو تفاصيل معمولة handmade وبتاخد وقت نراعي إن هي هتكون سعرها مرتفع أكتر شوية من الوادن كيك اللي هي الطبيعية أو التقليدية طيب رابع حاجة ودي مهمة جداً برضو لازم نبص على references كتير قوي ولازم نرجع لمراجع كتير قوي على الإنترنت ونشوف إيه الأشكال اللي ممكن تكون تلفت انتباهنا وتكون مميزة لنا بس طبعاً الأهم من كل ده وده لازم تكون شكلها مناسب ومتناسق مع المحيط بتاعها المعلومة المهمة جداً اللي يمكن كتير من العروسة والعريس ما يعرفوهاش قبل ما يتجوزوا إن معظم الوادن كيك بتكون مؤلفة من خصوصاً اللي هي أدوار بتكون مؤلفة من أدوار مصنعة من مادة styrofoam وفوقيها بتبقى الوادن كيك العريس والعروسة بيقطاعوا فيها وبعد كده بيتناولوها أو بيقدموها على البوفي الخاص بعرسهم أتمنى أن تكون دي معلومات فادتكم وأتمنى أن صاحبتي هانيا تكون اتفرجت على التبس دي وأتمنى لكل حد أن هو يكون فرح وأحلى فرح في العالم شكراً للمشاهدة